هذا وعقد رئيس السيسي عددا من اللقاءات الجانبية على هامش أعمال القمة المنعقدة في باريس وأضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي التقى أرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية وأجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي وكريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي ومحمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا وعثمان غزالي رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الافريقي كما التقى الرئيس السيسي أيضا مع البروفيسور جيفري ساكس خبير الاقتصاد الدولي والسيدة مايا موتلي رئيسة وزراء بربادوس